اهلا بكم تبلورت ملامح ابرامي صفقة وشيكة لتبادل اسرى ومحتجزين بين حماس والاحتلال واعلان هدنة مؤقتة لوقف الحرب التي دخلت يومها السابعة والاربعين على وقع قصف جوي ومدفعي عني في قطاع غزة في وقت تتعالى فيه اصوات ناقدة من داخل الكيان لتعامل حكومة الحرب مع ملف التبادل اذ اعتبر بعض الصهاين الصفقة انجازا لحمد صار عقب اكثر من اربعين يوما من حربها المتواصلة على قطاع غزة وجد الاحتلال نفسه مضطر للقبول ولو بهدنة مؤقتة على اثر التقارير التي تتحدث عن خسائر كبيرة في صفوف جنوده اثر التوغل البري في القطاع ما دفع حكومة الحرب لاعطاء الضوء الاخضر لصفقة تبادل مع المقاومة اما حماس فتؤكد من جانبها التوصل الى اتفاق هدنة لمدة اربعة ايام مع الكيان يتم بمجيبها وقف اطلاق النار مع الطرفين ووقف كل الاعمال العسكرية لقوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة كافة مع وقف حركة الياته العسكرية المتوغلة في القطاع حول الموضوع نرحب بالدكتور محمود سليم نقيب المخامين الفلسطينيين في الجزائر اهلا بك معنا الدكتور محمود سليم على ما يدل رضوخ الاحتلال لمفاوضات بعد مرور اكثر من اربعين يوما من العضوان على غزة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة لأشرف المرسلين اولا نترحم لشهدائنا في هذه المحرقة التي قم بها الكيان الصهيوني الشفاء العاجل لمرضانا وجرحانا الثبات والصبر لأهلنا في فلسطين المفروض يطبق غدا حسب آخر المعلومات وقف اطلاق النار لتبادل الأسرة ما بين غزة وبين الكيان الصيوني طبعا بعد محاولات وبعد نقاشات وبعد لفه دوران وبعد كلام كثير حوالي شهر تقريبا تم هذا الاتفاق من الملاحظة أن هذا الاتفاق صحيح هو اتفاق لإخراج الأسرة من عندنا أو من عند القيان لكن في الحقيقة أيضا أن هذا القيان هو المستفيد من هذه الهدنة لماذا؟ لأن الكيان الصيوني خسر كثير من الجنود يعني حسب آخر المعطيات وحسب ما قال أحد العقداء العسكريين في الكيان الصيوني أن حوالي 3500 قتيل جندي قتل من الكيان هذا عادل كبير جدا طبعا هم لا يصرحون بما قتل منهم خوفا من الداخل في الكيان الإسرائيليين وحتى يظهر أن هذا الجيش ما زال قويا وأنه قادرا على تحقيق قسار بالنسبة للشوصليين وحن نعرف أن الكيان ضربة ضربة قوية يعني شغل ساعقة أو صدمة كبيرة نتيجة الضربة الأولى في 7 أكتوبر فيحاول بقدر الإمكان أن يغطي هذا العمل أو الهزيمة بالكذب والنفاق ونحن نتوقع أن المعلومات في هذا الوقت في الأربع أيام المقترحة لتبادل الأسرة أن يكتشفوا الحقائق المدهشة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في دحر هذا الإعدوان طبعا في كثير أيضا من المغارطات القيان دمر قطاع غزة قتل حوالي 14 أو أكثر هو لا يمكن أن يوصل حتى 15 ألف قتل أو شهيد الآن المصابين حوالي 47 ألف يعني عدد كبير جدا دمرت أكثر من 6% من مباني قطاع غزة بالإضافة إلى البنية التحتية من ماء غذاء دواء كل شيء دمر يعني مصابة كبيرة حقيقة واجهة الشعب الفلسطيني ولكن الكيان من اليوم الأول كان يريد وقفة لقنار ومن طبيعة الكيان أن يحاول هزيمة إلى نصر عن طريقة المماطلة أو عن طريق عدم الموافقة على وقفة لقنار فوري حتى يبرز أنه هو الرافض وأنه يريد أن يكمل عدوانه وأن الفلسطين هم الذين يماطلون لكن في هذه النقطة الدكتور سليم ربما صمود الفلسطينيين والغزويين على وجه الخصوص وصمود حتى المقاومة على أرض الميدان طيلة 47 يوما ربما هذا ما دفع المحتل الصهيوني أيضا إلى القبول بهذه الهدنة أليس كذلك؟ طبيعي هذا أكيد لأنه الكيان كانت توقع أن الحرب تكون سهلة لغاية الآن لم يتمكن من دخول وسط قطاع غزة المركز طبعا غزة هي كلها كيلومتر أو الكيان الآن يحيط بالمنطقة الشمالية على حواشي أو غلاف غزة من جهة البحر هم نسيطرون عليه من جهة الشمال حدودهم مع فلسطين أو غزة ومن جهة الشرق فكل محاولاتهم وكل عملياتهم في غلاف غزة لم يدخلوا وسط غزة لأنهم يعرفون جيدا أن المقاومة مقاومة الأساسية والرئيسية هو اعتماد على حرب الشوارع وحرب المدن التي لم يتمكن منها الكيان لذلك نحن دمر قطروا أوكي ولكن يدخلوا قطاع غزة في الوسط لأنهم يخافوا الحرب الشوارع غير موهيئين لهذه الحرب هم موهيئين طيارات مدافع من البحر من الجوب من البر صواريخ تدمير 35 ألف طن تقريبا طيب وضحت الفكرة الدكتور محمود سليم دعنا نشرك عبر سكايب في هذا النقاش الدكتور جهاد حرب المخلل السياسي من رمالة أهلا بك معنا الدكتور جهاد أهلا وسهلا وسهلا أهلا وسهلا الدكتور جهاد الحديث اليوم عن هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيزة تنفيذ يوم غد بعد قبول الطرفين حماس والمختل بشروط هذه الهدنة وبالتالي كيف سيتم تنفيذ شروط هذا القرار ومن هي الجهة المعنية بالتنسيق على الأرض وهل من ضمانات لتحقيق ذلك برأيك دعينا أقول أولا هذه هدنة بمعنى وقفة لقنار لمدة أربعة أيام وقد تتمدد لعشرة أيام وفقا لتطورات الحالة وهذا يعني فشل الحكومة الإسرائيلية وجيشها وهذا الفشل يتمثل بفشل استخباري وفشل عملياتي لتنفيذ ما قاررت أنه أحد أهدافها وهو إخراج الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القاعدة وفي ذات الوقت هو نجاح لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية بأولا القيام بوقف إطلاق النار أو تثبيت هدنة لوقف إطلاق النار وليس فقط لهدنة الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى أن يكون هناك تبادل للأسرى على مراحل وهذا ما ذهبت إليه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية خلال الفترة الأولى الأمر الثاني وفي ظل أن حركة حماس كانت تسعى إلى ذلك هو تطويل أي إطالة مدة الهدنة ووقف إطلاق النار لفترة طويلة كانت تسعى لسبعة أيام ومن ثم بدأت النقاشات اليوم أربعة أيام واحتمال أن تكون عشرة أيام إذا ما تم إطلاق صراح بعض الأسرى الإسرائيليين وهذا يعني أولا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي سيتم إضعاف الروح القتالية بين قوسين الجنود الاحتلال الإسرائيلي سيكون في دباباتهم وفي معسكراتهم الأمر الثاني أن المجتمع الإسرائيلي سيزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمزيد من تبادل الأسرى وأخراج الأسرى الإسرائيليين وصولا لإنهاء ملف الأسرى وهناك شعار في إسرائيل يذكر بشكل واتع وكبير الجميع مقابل الجميع أو الكل مقابل الكل أي أسرى إسرائيليين جميعهم مقابل الأسرى الفلسطينيين جميعهم بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي في ظنه سيضغط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة وفي هذه جزء من التصريحات التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل رئيس المساد الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلغط لوقف الحرب لما سببتهم من أضرار كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لكن أريد أن أقول أيضا بأن هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار تشير بوضوح أن إسرائيل لا تفهم إلى لغة القوة ولغة القوة التي استخدمت في عام 2000 لانسحاب إسرائيل من لبنان من الجنوب اللبناني ولغة القوة التي تمت في عام 2005 أزدت إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والقوة أيضا لو استخدام القوة في عام 2023 على الرغم من التضحيات الجسام لشعب فلسطيني والتدمير الهائل كما ذكر قبل قليل ضيفك الكريم في ظني أن إسرائيل اليوم ستكون متراجعة عما كانت عليه في الأيام الفارطة أو السابقة وهذا التحول في مصاري الحرب القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيلين طيب تفضل بالبقاء معي الدكتور جهاد حرب الدكتور محمود سليم هذا المسار التفاوض والهدنة وصفه نتالياه بالقرار الصعب لكنه الصحيح كيف سيكون وقعه على الداخل الصهيوني على اعتبار أن الجيش لم يحقق أي إنجاز بالتوصل إلى ربما تحقيق عسكري والتوصل إلى تحرير أسراه ومختجزيه لدى المقاومة وبالتالي هذه المقايدة ربما وضعت المختل وأضعفت من موقفه أمام الداخل الصهيوني وأمام ربما خلفائه الدوليين بالتأكيد نتالياه الآن في ورطة كبيرة لأنه منذ بداية الحرب وضع شروط كبيرة جدا القضاء على المقاومة الفلسطينية القضاء على البنية التحتية القضاء على كل مقاومات الحياة في فلسطين وضع شروط كبيرة عندما أصبحت الحرب واضحة لاحظ أن هذه الشروط أو النتائج أو ما يريد أن تحقيقه لم يستطع أن يحقق شيئا منها وخاصة الأسرة طبعا الأسرة في منهم مدنيين في منهم عسكريين الشروط الأول منذ البداية المقاومة الفلسطينية كانت تريد أن تبيض السجون الإسرائيلية من الأسرة أستسمحك الدكتور محمود سليم على المقاطعة دعنا نرحب عبر الهاتف بممثل حركة حماس بيالجزائر يوسف حمدان أهلا بك معنا الأصداد يوسف حمدان إذن بالحديث عن هذه الهدنة التي ستدخل حيزة تنفيذ يوم غد كيف سيتم تنفيذ شروط هذا القرار ومن هي الجهة المعنية بالتنسيق على الأرض بسم الله الرحمن الرحيم تحينا لك ولضيشك الكريم دكتور محمود ولسادة المشاهدين نعم الاتفاق فيه مجموعة من المسارات المسار الأول هو وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني بمعنى إيقاف التحليق بطائرات فوق قطاع غزة وإيقاف أيضا استهداف المدنيين والعمليات العسكرية من قبل العدوان العدوان السوريوني مصار الثاني يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية وهو فتح مؤقت بالمناسبة ضمن الاتفاق الهدنة المؤقت مصار الثالث يتعلق بالتبادل المدنيين الأزرق والنساء والأخصال من الطرفين الحديث عن خمسين مقابل مئة وخمسين ممن لدينا عند سجن الاحتلال وهؤلاء معظم الخمسون من المدنيين ومنجسيات مختلفة أجنبية غير اسعيدية هذا الاتفاق لديه أطراف تتدخل فيه في قطر اشتغلت على هذا الملف لأيام طويلة وأيضا مصر موجودة في هذا لأنه هي جزء من أيضا جغرافيا جيوسياسية والثالث يتعلق بمعبر رفح وإدخال المساعدات وإلى خيره وعلاقة مصر بالقضية الفلسطينية علاقة ليسة جديدة سواء كان في علاقتها مع الاحتلال وفي علاقتها مع الشعب الفلسطيني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تشرف على المعركة منذ 7 أكتوبر سواء كان بالسلاح وفي المال وبالصرط السياسية وأيضا بالإدارة العسكرية من داخل الكيان يجب أن نتذكر أن هذا الاتفاق ما كان ليكون اتفاق الهدنة اللي هي استراحة المحارب والتقاط أنفاف ما كانت لي تكون لو لا صمود شعبنا الفلسطيني الذي تطر هذه اللوحة من ملاخ البطولة والفداء والصمود والثبات وأيضا بطولة المقاعمة الفلسطينية والكتاب الشهيد عز الدين القسام التي استطاعت أن تكبد العنوز في يوني وتحول مغامرة دخول قوات الاحتلال إلى قطاع غزة فرصة لتكبيد العدو الصهيوني أتمان طهضة لا يستطيع على تحمل سبعاتها ولذلك الحديث عن الوصول إلى الاتفاق هو ناتج لهذه العوامل وليس ناتج لقرار جامعة الدول العربية بإيقاف العدوان وليس ناتج لقرار مجلس الأمن بإيقاف العدوان هناك مصلحة إسرائيلية صهيونية لهذه الهدنة لإجلاء جنوده لمركباته التي كبد فيها في خطاع غزة بخزائر وأيضا هناك تراجع للسردية الصهيونية في الرأي العام وهناك إدراك من الوحيد المتحدة المتحدة الأمريكية نعم الأصداد يوصف في هذه النقطة هل هذه ربما المصالح الصهيونية من هذه الهدنة ستلزم المختلص الصهيوني اليوم إلى تنفيذها دون ربما أي خروقات هذا العدو تعود على الغد وتتعود على الخيانة وهو راوخ لمدة أكثر من أسبوعين لنصل إلى هذا الاتفاق ويبدل ويغير ويعطينا بيده اليسرى الاتفاق ويقتلنا بيد اليسرى كنا في أفضل لحظات التفاوض حينما كان مستشفى الشفاء يقتحم في تلك الليلة التي اقتحم فيها مستشفى الشفاء وصلنا إلى مستوى ومتقدم الاتفاق لكن هذا العدو الغدار يرتكب هذه الجرائم وهو هذا الجزء من سلوكه ولكن نحن نقول في حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائينا المضفرة أن يدنا على الزنات هذا ليس وقف نهائي لإطلاق النار وليس وقف استسلام للمقاومة الفلسطينية هذه هدنة تعكس انتصار الإرادة الفلسطينية انتصار المقاومة الفلسطينية وتعكس فشل هذا العدو الصيوني سياسيا وعسكريا وميدانيا وفشل في فرط مشاريع تسوي على القضية الفلسطينية أو كسل إرادة شعبنا الفلسطيني أو إنهاء المقاومة أو إزاحة حماس وقائع على أرض وبالتالي نحن يدنا على الزنات لم نبرح الميدان وشعبنا الفلسطيني متعود على غدر العدو الصيوني ونحن كما أجدنا إدارة المعركة العسكرية الميدانية على الأرض نجيد بفضل الله عز وجل إدارة هذه المعركة السياسية وهذا الاتفاق وهذه الهدنة نعم وفي حال ما تم خرق هذه الهدنة من قبل المختل الصيوني الأصاد يوسف حمدان كيف ستتعاملون مع الاختلاف في هذا الجانب نعم أفهمك أفهمك نحن في حالة حرب مفتوحة مع هذا العدو وبالتالي اليوم يوجد هؤلاء الوسطاء اللي هم مفروض تقليم في الوصول إلى هذه النتيجة وتوجد مصلحة لهذا العدو للوصول إلى هذا الاتفاق ولكن هل هذا يعني طماما لأن العدو لا يخرق العدو لا يغزر العدو يغزر والعدو يخرق ولكن أيضا نحن يدنا على الزنات نحن في حالة حرب مفتوحة مع هذا العدو ولن نسلم ولن نعطيه ظهرنا ولن نلقي الراية لمجرد وجود اتفاق هدنة إذا تجرأ العدو الصهيوني على خرق هذه الهدنة أو ارتكاب جرائم أو ارتكاب طياد أو فعل شيء مخالف لما هو الاتفاق لن ننتفت إلى الوسطاء الذين هم يعني دخلوا في هذه المعركة سحسب ولكن نحن نستطيع أن ندافع عن حقنا بسلاحنا تماما كما فعلنا يوم 7 أكتوبر تماما كما فعلنا على مدار 47 يوم اليوم سنواصل هذا اتلاحنا سيبقى ممشوقة ويدنا على الزناد وعيننا على القرص وعيننا على أسرارنا في سجون الاحتلال هذه ليست حالة انهاء معركة هذه هدنة مؤقتة لأغراض الإنسانية يلتقط فيها شعب نصر الطيني إلساسه في هذه المعركة شكرا لك ممثل حركة حماس بيالجزائر يوسف حمدان على هذه المداخلة سأعود لك الدكتور محمود صليم في النقطة التي كنت قد طرحتها عليك قبل قليل بخصوص هذا المسار الذي سلكه المختل الصهيوني والمتعلق بالهدنة الإنسانية كيف سيكون رده على الداخل الصهيوني خاصة في ظل تعالي الدعوات من قبل عائلات المختجزين بالجميع مقابل الجميع كما تحدث الدكتور جهاد حان قبل قليل صحيح هو الكيان كما قلت سابقا طبيعي الهدنة تصب لصالح هو عنده مصرع في الهدنة لأنه كما قلت لم يستطع أن يحقق أي هدف عسكري أو أي نصر عسكري كل ما يحققه كما قلنا ضرب البنية التحتية وقتل أطفال والنساء وبالتالي يريد أن يحقق أي شيء وكانت البداية هو خمسين أسير من الإسرائيليين وخاصة مدنيين والنساء والأطفال مقابل مئة وخمسين تقريبا من الفلسطينيين يريد أن يحقق أنه بدأ يحقق شيء بالنسبة له وبالنسبة للسكان أو أسر الإسرائيليين في الكيان لذلك نجد أن هذا الانتصار الوهمي القليل بداية تحريك الوضع بالنسبة له لأنه يعيش في ضعط كبير جدا من ناحية القتلى أعداد بالآلاف من ناحية تدمير الآلات والمدبابات أكثر من 250 دبابة وآلية طبعا كل دبابة وآلية يعني تعالجيش أو حامل الجنود مش أقل من أربع أو خمس أشخاص وكلها هذا كلهم قتلى وبالتالي خسارة كبيرة أضف إلى ذلك أن القذب الصهيوني في بداية الحرب الذي جعل العالم يتعاطف معه بدأت بالخروج عن السيطرة وبدأ العالم طيب وبعد خروجه عن السيطرة كما تتحدث الدكتور محمود صليم أتوجه بسؤالي لك الأستاذ والدكتور جهاد حرب هل تعتقد بأن أي هدنة ربما ستنقذ الاختلال اليوم من ورطة التوغل البر في قطاع غزة وارتفاق خسائره في العدة والعتاد دعني أقول أن هذه الهدنة هي مرحلة مهمة بالنسبة للفلسطينيين صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي سيوقف الأدوان وهذا مهم بالنسبة للفلسطينيين أيضا على مدار الخمسة أيام القادمة أو الأربع أيام القادمة إسرائيل هي في ورطة فيما يتعلق بعدم تحقيقها لأي من الأهداف التي أعلنت عنها ولم تتمكن من تنفيذ أي من المهام التي قدمتها للمجتمع الإسرائيلي لذلك مسألة الهدنة هذه قد تساعد على وقف اطلاق النار أو الاستمرار بهدى المتتالية لوقف اطلاق النار لا أعتقد أن مسألة أن إسرائيل قد انهزمت أو فادت المسألة هنا حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تقوم بإدارة الصراع وهذه المعركة بشكل جيد وتستطيع أن تفوز إذا جازت تعبير بالنقاط أنظر على السابق المثال الهدف الأول كان هو تدمير قدرة حركة حماس على الحكم ما زالت حركة حماس مسيطرة في قطاع الزب خاصة في الجانب الجنوبي من قطاع غزة قدرات حركة حماس العسكرية ما زالت أيضا تقاوم الاجتياح البري وكذلك تطلق صواليخ إلى مدن مختلفة ومتعددة خلال يومين القيرين كانت هناك رشقات ساروخية إلى أطراف وإلى مدن متعددة في إسرائيل وهذا يعني أن قدرات حركة حماس العسكرية ما زالت متماسكة وهي تقاوم بشكل جيد فيما يتعلق بالأسرى لما تصطط إسرائيل عبر الاجتياح البري وعبر العملية العسكرية الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين الأحياء يعني أن حركة حماس والمقاومة فلسطينية تستطيع إخفاء هؤلاء ومازالت تحتفظ فيهم من أجل كدخل استراتيجي في هذه المعركة لذا الأطراف المختلفة تحتاج إلى هذه الهدنة حتى أن المجتمع الدولي يحتاج إلى هذه الهدنة من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة أي في إجواء هذه المنطقة وهذه الحرب حتى يتمكنوا من إيقاف هذه الحرب والعدوان الإسرائيل على قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 14 ألف فلسطيني بالإقافة إلى نزوح حوالي مليون فلسطيني إلى جنوب قطاع غزة هذه قضايا إنسانية بالإضافة إلى وقف إطلاق النار هناك قضايا إنسانية عميقة يحتاجها للفلسطين أما هي الضمانات التي يمكن أن تقدم في الأيام الأربعة القادمة لا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية بالإضافة إلى إمكانياتها العسكرية لديها ضمانة بأنها تخرج كل يوم 10 من الأسراء الإسرائيليين أي بمعنى أن هناك ضمانة بعدم ذهاب إسرائيل للقيام بخرق فاضح لهذه الاتفاقيات لكن في كل الأحوال إسرائيل لم تلتزم بأي من الاتفاقيات أو العهود التي قدمتها على قدار السنوات الطويلة الماضية في ظني أن المقاومة الفلسطينية اليوم لديها ما يمكنها بالإضافة إلى الضمانات الدولية والإقليمية ما يمكنها من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم القيام بخرق واسع وكبير لهذه الهدنة طيب الدكتور محمود سليم منذ بداية هذا العضوان وانتكاسات المختل الصهيوني تتوالى وتتلاحق وبالتالي كيف يمكن اعتبار هذا الاتفاق نكسة أخرى للمختل الصهيوني الذي تجمع حتى وسائل إعلام الصهيونية على فشله في عدم تحقيق أي تقدم عسكري منذ بداية عملية طفان الأقصى لأن الكيان وضع هداف كبيرة جدا منذ بداية الحرب ولم يستطع أن يحقق منها أي هدف وخاصة المخطوفين كما يسميهم أو الأسرة وهناك مشاكل داخلية مظاهرات كبيرة جدا ضد نتن ياهو في الكيان لمحاولة الإفراج عن الأسرة من الجانبين قبل أن تبدأ الحرب أو على الأقل توقف الحرب فهو الآن في أزمة كبيرة الشيء الآخر أن الكيان الآن في أزمة عالمية كبيرة يعني في أمريكا في أوروبا في الدول العربية في الدول الإسلامية مظاهرات ضخمة لم يكن توقحها في المخطط الذي قام به في حربه على الغزة لذلك نجد أنه في أوروبا كبيرة عالميا وداخليا وبالتالي يريد أن يحقق أي شيء على الأقل حتى كان جزئي لخمسين أسير مقابل مئة وخمسين حتى يقول لك حققنا شيء أما بالنسبة أنه يدمر المقاومة هذا غير ممكن وغير صحيح لأن المقاومة أساسا هي مقاومة فردية وليس جيش منظم مثل الكيان وهنا نجد أن حتى أمريكا تضغط على الكيان لمحاوة وقفة لقنا رغم أن أمريكا تعرف جيدا الوضع ولكن تريد أن تظهر أن الكيان انتصر في شيء معين ممكن يزيد هذا الانتصار كما قال الدكتور على أساس أنه فيما بعد يزيد خراج الأصلة من فلسطين ومن الكيان السيوني أو تبيض السيوني كما يقال على أساس أنه ممكن فيما بعد أن يطور هذا الوقف المؤقت الحاصل الآن إلى أوقات أكبر أو إلى مدة أكبر طيب وضحت الفكرة دكتور محمود سليف نفضل بالبقاء مغي رفقة الدكتور جهاد حرب نواصل هذا النقاش مشاهدينا بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام وأجدد ترخيب بضيفي الكريمين دكتور سليم محمود والدكتور جهاد حرب وأبقى معك دكتور جهاد حرب منذ بداية الحديث عن هدنة إنسانية أو وقف إلى إطلاق النار تعالت بعض الأصوات الصهيونية الرافضة لهذا المسار وبالتالي هل التوصل إلى هذا القرار اليوم يعني كسر موقف الاحتلال الذي كان يرفض مبدأ وقف العدوان تماما؟ يعني أولا هناك نقاش حاد في إسرائيل حول توجه لوقف اطلاق النار أو لهذه الهدنة المحدودة المدة لكن هناك أيضا أغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي لنلقينا بهذه الهدنة خاصة أنها مدعومة من المؤسسة الأمنية في إسرائيل والتي أشارت وضوح إلى فشلها وتحملها مسؤولية الفشل عن ما جرى يوم السابع من أكتوبر ومثلا ذلك من فشل عملياتي وأيضا في نظرية سياسية أو في الرؤية السياسية الأمنية للصراع الفلسطيني للإسرائيل على مدار السنوات الطويلة الماضية استخدمت إسرائيل والحكومات الإسرائيلية وحتى المؤسسة الأمنية نظرية إدارة الصراع وليس حل الصراع وهذا ما جنى مجموعة من لتكرار المواجهات الفلسطينية على شكل موجات متتابعة أو متكررة وأخرها كانت موجة السابع من أكتوبر والتي هذت المؤسسة الأمنية والمجتمع الإسرائيلي بشكل غريف ثانيا أن اعتماد إسرائيل على أن الحل مع الدول العربية أي السلام مع العرب دون السلام مع الفلسطينيين لم يعد قائما وأن هذه النظرية أيضا أو هذه الفعضية باعت بالفشل بالتالي إسرائيل ما بعد هذه الحرب في ظن أنها ستغيى أولا في التركيبة السياسية للأحزاب السياسية الإسرائيلية في الكنيسة القادمة في الانتفابات قادمة بعد فشل نيتنياهو المتكرر والضمار الذي خلقه نيتنياهو للمجتمع الإسرائيلي والأمر الثاني أن النظرية السياسية الأمنية تحتاج إلى أعادة نظر من قبل السياسيين الإسرائيليين باتجاه مصار جديد وهو مصار ربما يفرضه المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال إسرائيلي أي مصار قائم على الحقوق وليس على الاستقرار والأمن إنما على السلام الذي يأتي بالأمن وليس الأمن الذي يأتي بالسلام حتى يتمكن أو تتمكن هذه المنطقة بالعيش بسلام واستقرار وأمن والزهار وهذا يتطلب من الفلسطينيين أيضا ومن الدول العربية أو من العالم العربي توحيد جهودهم وإنهاء أي خلافات قائمة خاصة بين الأطراف الفلسطينية وإنشاء حكومة الإنقاذ وطني تساعد على إعادة الإعمار وعلى إجراء انتخابات للشعب الفلسطيني انتخابات عامة تحدد هذه الانتخابات من يقود الشعب الفلسطيني ومن هو مقبول من قبل الشعب الفلسطيني لأن أي إدارة أو حكومة فلسطينية يجب أن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني ومن فصائل الشعب الفلسطيني والانتخابات هي أحد أدوات القوة ربما خلال الفترة القادمة حتى يكون الفلسطينيون على طاولة ببرنامجهم ومقترحاتهم وثيناريوهاتهم وأن لا تفرض أي من المقترحات أو السيناريوهات التي يقدمها العدو الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية هذا متطلب ضروري وإجباري الانتصار أو المواجهة الفاعلة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية والتضحية للجسام الذي قدمها الشعب الفلسطيني تحتاج إلى انتصار داخلي فلسطيني يساند الفلسطينيين على أي مواجهة أقبل طيب الدكتور سليم محمود إذن بالتزامن مع هذه الهدنة كان هناك ربما تصعيد صهيوني في قطاع غزة وبالتالي ما هي قراءتكم للوضع؟ طبي أنا قلت أنه الكيان مهزوم نفسيا ومهزوم عسكريا فأراد أن يظهر العالم وخاصا الشعب الإسرائيلي في داخل الإسرائيل بأنه مازال قوي وبأنه مازال يفرض سيطراته ومنه يدمر ويقتل وهذا كله نوع من المبالات أنا في نظري أنه خاسر وهو الحرب لم يستطع بعد 47 يوم أن يحقق أي نصر له قيمة وبالتالي يظهر أنه مازال قوي ومازال يقدر يدمر ويقتل ويضر هذا كله يعني لإرضاء الشعب أو الأقل يظهر لشعبه أنه مازال قوي ومازال منتصر فالحقيقة أنه عقل ذلك لأنه هو من أراد الهدنة وأن كان لم يعلم عنها وهناك طبعا تنصيق بينه بين الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تعرف حجم المواناة التي يعانيها الكيان عسكريا وداخليا وسياسيا وحتى عالميا الرئيس بايدن صرح بأن أمام الكيان أسبوع أو أسبوعين أقصى شيء حتى يغير أو حتى يحقق نوع من الأهداف التي أعلن عنها لم يحقق أي شيء وبالتالي بدأ اتجاه العالمي يميل للصالح القضية الفلسطينية هناك دول أعطي مثال أثناء الغارات الكيان في قطاع غنزة يقضل الأطفال ومع ذلك رب العائلة أو أم العائلة يموت أربع خمس ست أطفال أو العائلة كلهم ويقول لك الحمد لله حار الشعب الأوروبي بصفة عامة لماذا يقول الحمد لله ويش مقصود وهذا جعل الكيان في أزمة أزمة أخلاقية لأنه معناتها الحمد لله أننا نقبل قضاء الله وقدره ونحن فداء فلسطين ولن نخرج من فلسطين وهذا الكلام جعل الكثير الأوروبيين والغرب في أمريكا يبحثوا ما هو المقصود في القرآن الكريم لذلك نجد الآن كثير غيروا موقفهم من صالح الكيان إلى صالح فرسليين في هذه المعركة وبالتالي هناك كثير من الأشخاص بدأوا يرسل القرآن وأسلموا وكانوا مخدرين بأن الديمقراطية وحوق الإنسانية فقط في الغرب نعم صبر وصمود الغزاويين أبهر العالم وهو ربما مال الكفة لصالح القضية الفلسطينية الدكتور جهاد خرب إذن بنظر إلى هذا التصعيد الذي ربما كان بساعات فقط قبيل دخول هذه الهدنة خيزة تنفيذ وبالتالي ما تقديراتكم لما سيجري خلال هذه الساعات القادمة؟ يعني عادة وفقا للتجربة بالحروب السابقة ووقف اطلاق يكون هناك العديد أو الكثير من القيام بعمليات أو هجومات إسرائيلية واتعة على اقتار وهذا صار أن كل طرق من الأطراف يريد أن يسجل نقاط وأنه هو المنتصر عند ووقف اطلاق النار لذلك نحن نتوقع بأن تشتد هذه الليلة أيضا أجمات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف والقتل الإسرائيلي للفلسطينيين حتى يقول أنه هو الذي يفرض الأمر الواقع بمعنى آخر أن اللحظات الأخيرة عند كل هدنة أو وقف اطلاق النار يريد الاحتلال الإسرائيلي القول بأنه هو اليد العليا وهو الذي يقرر في مسألة المواجهة ووقفها أو تقديم هدنة أو التعاطي مع هدنة وفي ذات الوقت حركة حماس على مدار السنوات الماضية والحروب الماضية كانت تطلق رحشات واسعة وكبيرة في اللحظات الأخيرة حتى تقول أيضا بأنها هي التي تقرر هذا الأمر لذا نعتقد بأن هذه الليلة ستكون ليلة صعبة على قطاع غزة إلا إذا كان هناك تدخل واسع وكبير من الدول الرائعة لهذا الاتفاق حتى يكون هناك هدوء أو التقديل من الهجمات الإسرائيلية وعمليات القتل للمدنية الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير طيب وبخصوص الأيام المخصصة لهذه الهدنة الدكتور راجهاد حرب كيف ستستغل المقاومة هذه الهدنة لإعادة ترتيب صفوفها وتخصب الاستمرار العدوان الصهيوني أو أي خرق منه لهذه الهدنة يعني المقاومة الفلسطينية تأخذ في الحسن أن الاحتلال الإسرائيلي سيخترق أو ربما سيخترق هذه الهدنة لذلك هناك استعداد من الواضح وفقا لما سمعناه ورأيناه في المطالب وفي الشروط لهذه الهدنة على سبيل المثال هناك وقف للطيران الإسرائيلي في شمال قطاع غزة بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة عصرا وهذا لتمكين المقاومة الفلسطينية من جمع الأسرة الإسرائيليين وترتيب أوراقها في هذا الصدد أما يمنع أيضا التحليق الحربي في جنوب قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه محاولة لمنع استغلال إسرائيل على الحصول على معلومات استخبارية في قطاع غزة خاصة على الجانب العسكري في ظني أن الاستعداد الواضح من قبل المقاومة الفلسطينية ومنع إسرائيل من استغلال هذه الهدنة هي محاولة أو هي أحد أدوات المقاومة الفلسطينية لإحتلال أوراقها ما زال الفلسطينيون قادرين على بهذا الأمر خلال الفترة قادمة نتيجة الاستعداد والصحب من المقاومة الفلسطينية في هذه المواقع طيب الدكتور محمود سليم برأيك نحن اليوم أمام أربعة أيام من الهدوء كيف أو ما هي مآلات هذا العدوان الصهلوني على قطاع غزة بعد انتهاء هذه المهلة وانتهاء أيام الهدنة بالنسبة لك كما قلت سابقاً يحاول أن يفرض رأيه أو سيطرته بأي نتيجة هذه الأربع أيام هي اكتبار ولذلك كانت المقاومة بصفة عامة حذرة في تطبيق هذا الاتفاق في تبادل الأسرة كان ممكن التبادل الأسرة خمسين واحد في اليوم أو مرة واحدة ولكن الكيان يريد أن يعرف أين أماكن هؤلاء الأسرة حتى يستغل فيما بعد ربما بعد الأربع أيام ويريد أن يعرف أماكنهم مهم يريد أن يعرف أي تفاصيل خاصة بالأسرة نعم لكن هو إلى غاية هذه اللحظة لم يتمكن من الغطور على مكان الأسرة وبالتالي لجأة وربما إلى هذه الصفقة وإلى هذه الهدنة وبالتالي هل تتوقع تصعيداً أكثر مما شهدناه من قبل بعد انقضاء هذه الهدنة؟ ممكن ولكن وإن كان إذا نجحت الأسرة تبادل الأسرة ما بين الطرفين ممكن تمتد إلى عدد أكبر من الأسرة ونرحضنا الأسرة الآن هم مدنيين نساء أطفال رجال كبار في السن ولكن المشهر الكبرى هي المقاومة تقول أنها تبيض السجون الإسرائيلية من الأسرة الفلسطينيين مقابل الجنود الإسرائيليين الموجودين عند المقاومة حوالي 22 أسير هذا الشيء المعروف وهذه لا بد أن تكون شاملة يعني نفرج عن أسرة الكيان مقابل الأسرة الفلسطينيين وهنا تعطبت ضرب القاضية بالنسبة للكيان لأنها لم تحقق شيء سابقاً ولن تصريعاً تحقق أي شيء إلا بتنفيذ مطالب المقاومة الفلسطينية طيب والمختل اليوم أرغم على تنفيذ هذه الشروط والالتزام بهذه الهدنة الدكتور جهاد حرب ألا تعتقد أن 47 يوماً من العضوان والانتكاسات المتتالية للاحتلال ستؤدي به بالنظر إلى هدنة اليوم إلى إعادة النظر في تعامله مع المقاومة لا سيما أن القيادات الحربية الصهيونية اعترفت في الكثير من المناسبات بقوة المقاومة وجهوزيتها القتالية يعني استظنني أن بعد هذه الهدنة الأربع أيام وربما تمديدها إلى عشرة أيام قد توقف الحرب نتيجة ضغوطات مختلفة ومتعددة منها فشل الاحتلال الإسرائيلي في الاجتياح البري وفي الوصول إلى قيادة المقاومة وفي تدمير قدرة المقاومة الفلسطينية أو الوصول إلى الهدنة الثانية المتعلقة بتحرير الأسرى وبالتالي هذا الفشف الذي جرى في هذه الحرب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي قد يمنعه من الاستمرار ثانيا أن إمكانية أن يكون هناك ضغط داخل في إسرائيل أيضا قد يمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في هذه الحرب وأعتقد أنه خلال الأربع أيام القادمة ستكون هناك مظاهرات ضد الحرب مظاهرات في المجتمع الإسرائيلي يقودها الفلسطينيون من الفلسطينيين في أراضي الثمانية والأربعين وكذلك إسرائيليين يرفضون الحرب كما شهدنا قبل عدة أيام في تنهاد قد تتوسع هذه المظاهرات الأمر الذي سيزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى أهالي وأسر الأسرى الإسرائيليين في قطاع رزا وما قلت قبل قليل فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي انقلت سمعناه وشهدناه في الأسبوع الأول من هذه الحرب لذا المجتمع الدولي يحتاج أيضا اليوم بأن تستقر الأوضاع في هذه المنطقة والتفكير بشكل جدي لحل سياسي هناك جهود عربية شاهدناها في زيارة الوفد العربي الإسلامي الوضايا الخارجية إلى الصين وإلى روسيا وتحقيقات دولية قامت بها بعض الدول العربية المحاولة الجزائرية أيضا برفع قضية أمام محكمة الجنات الدولية ودعم هذا التوجه بالإضافة إلى التراجعات التي جرت في الاتحاد الأوروبي نتيجة الضغط الشعب في دول الأوروبي على المفوضية وعلى الحكومات الأوروبية هذه في مجملة قد تؤدي إلى وقف العدوان الإسراكلي والبدء بإتقامة هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق نار طويل بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس كما جرى في السنوات الماضية أو في الحروب الماضية في عام 2014 وعام 2021 وغير الاتفاقيات التي جرت برعاية مصرية بشكل رئيسي هذه المرة قد تكون أيضا هناك رعاية قطرية ورعاية تركية بالإضافة لوجود الولايات المتحدة الأمريكية في كل الأحوال إسرائيل قد فشلت عمليا بتحقيق أهدافها وأن المقاومة الفلسطينية فرضت كما تريد بالأمر الواقع على الحكومة الإسرائيلية برنامج هذه الحرب وبرنامج هذه الحرب إن شاء الله طيب نعم إذن مشاهدين نتابع هذه الصور التي تأتينا من قطاع غزة مباشرة لاستمرار عملية القصف الصهيوني على مباني وأحياء سكنية تسقط جراءها عديد الضخايا من أطفال ونساء ومدنيين على وجه التحديد في هذا القصف والاعتداء الصهيوني المستمر طيلت 47 يوما إذن كما نتابع هذا القصف وهذه المشاهد تأتينا قبيل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ وبعد سقوط أيضا أكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على قطاع غزة المختل الصهيوني وكما نتابع لا يتوانى في تفويت أي فرصة أو لحظة في قصف المدنيين وقصف المباني والأحياء السكنية هذا نعم المختل نعم نعم إذن الدكتور محمود سليم أتوجه لك بسؤالي بخصوص هذا التصغيد وهذا القصف المباشر الذي متابعه من قطاع غزة كيف تشاهد وتتابع هذه الصور تزامنا مع هذه الهدنة الإنسانية هذا كما قلت يريد أن نظر أنه مازال قوي الكيان مازال قوي وأنه يضر حتى آخر لحظة وهذا الشيء متوقع يريد أن طبعا هذا كل شيء لشعبه في الكيان يريد أن نظر أنه قوي أقوياء ونحن دخلنا حتى وكان فيه اتفاق لتبادل أسرة يبقى يستمر في ضرب وإرهاب الشعب وتدمير البنية التحتية في غزة حتى ظاهريا بأنه مازال قوي وبأنه يسيطر لكن حتى الداخل الصهيوني الدكتور محمود سليم يطالب بوقف هذه الإبادة في قطاع غزة كيف للمختل أن يواصل في هذا القصف وفي هذه الاعتداءات والانتهاكات إلى غاية اليوم؟ حتى في الكيان الذين يقومون بالمظاهرات في داخل الكيان معظم أهل الأسرة أكثرية ومن يدفعهم أو من يؤيدهم ولكن هناك أيضا متشددين في الكيان ضد حتى صفقة تبادل الأسرة فهناك كيان فيه أقسام أو قسمين كبيرين بعضهم مع الأسرة أو تحقيق الإفراج عن الأسرة ولبعض آخر لا فالأشخاص أو الوزراء اليمنيين الكبار المتعاصبين ضد هذا الاتفاق كله لذلك الآن الكيان فيه أزمة داخلية كبيرة إذا حقق أو إذا وافق لفراج عن الأسرة فيه أزمة وإذا رفض أيضا فيه أزمة في ظل أنه لم يحقق أي شيء عسكري يعني لم يحقق أي شيء من ناحية أسكرية حتى يقدر يقول الله أنا حققت شيء لم يحقق شيء لأول مرة نعم أستسمحك الدكتور سليم محمود إذن كما نتابع دخان كتيف يتصاعد من قطاع غزة جراء الضربات والقصف الصغيوني المستمر على القطاع المختل الصغيوني إذن يواصل ضرباته في الأحياء السكنية ويستهدف المدنيين بشكل مباشر يستهدف المستشفيات يستهدف المدارس لم يترك مكانا آمنا في قطاع غزة إذن هذا المختل الذي أسقط وقتل إلى غاية هذه اللحظة أكثر من 14 ألف شهيد يواصل في ارتكاب جرائمه ومجازره قبيل ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ إذن التصغييد الصهيوني مستمر في قطاع غزة كما نتابع هذه الصور الدكتور جهاد حرب كيف تتابع وما تعليقك على هذه المشاهد يعني أولا الإجرام الإسرائيلي مستمر في قطاع غلتها وهذا على مدار 47 يومنا الماضية وهذا يعني دايدا الاحتلال الإسرائيلي في استمرار قتل الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية والمنازل والأبراج السكنية للفلسطينيين وتدفع ثمن غالي للفلسطينيين كما يعتقد هو في الوقت الذي يرى الفلسطين على التضحية والفداء وهي أحد أدواته للوصول للحرية والاستقلال والإزدهار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا قبل قليل أن الاحتلال الإسرائيلي قد يعمل هذه الليلة لمزيد من عمليات القصف والقتل للفلسطينيين قبل البدء بالهدنة أو دخول الهدنة حيث النفعات وهذا شاهدنا ليس في هذه المعركة أو في هذه الحرب شاهدنا في الحروب المتكررة التي خاضها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيلي في قطاع غزة تحديدا في عام 2008-2009 في عام 2012-2014 وفي عام 2021 وفي هذه المعركة أعتقد أن هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من الضغط في المقابل الفلسطينيون يزدادون صمودا ومقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ليست المرة الأولى التي يزداد عنفوان الفلسطينيون في مقامة الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية التي يتكاملها في النضاء الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني طيب إذن شكرا لك الدكتور جهاد حرب المخللة السياسي من رامالله كنت معنا مباشرة في هذه التغذية الخاصة والشكر موصول لك الدكتور محمود سليم نقيب المحامين الفلسطينيين في الجزائر على المشاركة معنا أيضا وإلى هنا يأتي ختام عدد اليوم نلتقي غدا بحول الله إلى أن ألقاكم دمتم بخير اشتركوا في القناة